على بركة الله هنقول بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنعمل النهاردة مع بعض الكيكة المجنونة بالمية هي فعلا مجنونة وفعلا طعمها رائع جدا جدا هيعجبكم إن شاء الله مأذير اقتصادية وبسيطة من غير بيت ومن غير زبدة ومن غير زيت ومن غير لبن يارب الفيديو يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك لو لقال مرة هتشوفوا القناة وبينا نصلي على النبي ومستغفر رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بجيب المنخل بتاعي كده وفي طبق هبدأ أنخل كوباية ونص من الدقيق أنا دايما بعمل الحركة دي في أي كيك وعموما لازم أنخل الدقيق مع البايكينج بودر في الأول واركنهم على جنب عشان يتفعلوا سوا أنا كده حطيت الكوباية ونص هضيف معلقة كبيرة من البايكينج بودر وهنخلهم مع بعض كويس قوي عشان أوزع البايكينج بودر مع الدقيق وكده ياخدوا فرصتهم إن هم يتفعلوا مع بعض يدوني نتيجة هشة جدا جدا للكيك إن شاء الله كده أنا نخلطهم كويس جدا أنا بنخلهم بتاع موردين ثلاثة وبعد كده بالمعلقة ببدأ أقلب تاني عشان أتأكد إن أنا وزعت كل كمية البايكينج بودر مع الدقيق نركن الكلام ده على جنب ونصبهم زي ما قلنا يتفعلوا سوا في البولة هنزل بكوباية سكر يفضل يكون السكر بتاعك أبيض وناعم الحبيبات عشان يدوب معيك بسرعة وعليهم هنزل كده بخمس معالق من السمنة أدي واحدة اتنين تلاتة أربعة خمسة خمس معالق سمنة وهبدأ بسم الله كده بالويسك أو بالمضرب اليدوي وهضرف اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اتكون معايا خليط كريمي والسكر يدوب كده وينعم مع السمنة يدوني تحس أن تي كده شايفة حاجة شبه القشطة الحركة دي مهمة جدا جدا هتخلي الكيك نفسه وهو عجين ناعم وسمودي جدا شكله حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده في اتجاه واحد كده طبع يعني بقت شبه كريمت الزبدة دلوقتي هننزل بكوباية مية وطبعا نفس الكوباية اللي عيرت بيها الزقيق هي اللي عيرت بيها المية هي اللي عيرت بيها السكر في اتجاه واحد برضو هرجع أضرب كده بالشكل ده عايزة بس أتأكد أن السكر بتاعي داب تماما أنا كده كده متأكدة ان شاء الله يعني ولكن زيادة تأكيد دلوقتي هنزل بإتجاه اللي احنا نخلناه مع الباكينج بودر وكنا سايبينه قبل كده برضو بحطه في المنخل وبرجع أنزله كده منخل عشان أدخل برضو شوية هوا كويسين أثناء الضرب وبعد كده هنزل كمان برشة صغيرة من الملح بسم الله بنزل برشة صغيرة من الملح سنة عن النبي رشة الملح دي بتظهر الطعم جدا وبتخليه قوي ثلاث معالق كبار من الكاكاو لازم الكاكاو بتاعك يكون نوعه نضيف جدا 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 في الكيك ده بالذات عشان تغدي نتيجة ممتازة بأمر الرحمن الكاكاو نوعه يكون كويس قوي عشان نكهته هتظهر جدا وهتبان فده مهم أنا هنا دلوقتي هنزل بمعلاقتين من خلطة المكة اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده في فيديو سابق احنا عملنا خلطة المكة والكافي ميكس والكابتشينو تقريبا هو شاي الكارك والشاي العدني فده الخلطة بتاعة المكة اللي كان فيها كاكاو وبابريكا وشوية حادات كده قسما باللمت ديها طعم خرافة وفوقها هنزل بمعلاقتين من الخل ما تلاقيش ابدا الخل هيخلي الكيك بتاعك هش وبيخلي الباكينج بودر يتفاعل أسرع يدي نتيجة أقوى وأفضل إن شاء الله هدوف اتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بسم الله إن شاء الله اللهم بارك شايفين الخلطة نعمة ومحترمة جدا أنا الفرن بتاعي طبعا أنا مش أغالي من قبل ما أشتغل دلوقتي أجيب الصنية مقاس 22 هدهنها بالسمنة ورشة دي كده وهبدأ أبطنها عشان تخرجلي أو تساهلي في خروج الكيك معي لو عندك ورقة زبدة هتستغني عن المرحلة دي بسم الله وهنزل بخلطة الكيكة اللي احنا لسه عملناها مع بعض شايفين قد إيه نعمة دي بسبب إيه؟ بسبب حركة ضرب السكر مع السمنة ممكن تضيفي معلقة زيت كمان مع الخمس معلق سمنة لو تحبيه كده تمام جدا جدا الفرن بتاعي زي ما قلت أنا مسخرها من قبل ما أشتغل قدت الفرن الأول بدأت أشتغل وبعد كده أزبطت درجة الحرارة بتاعتي على 180 هتضيع خبطة كده أطلع كل الفراغات اللي فيها تدخل الفرن حوالي 40 دقيقة بتخرج من الفرن بتبقى بالشكل ده خدت معي تقريبا 40 أو 45 دقيقة طبعا أنت بتختبريها بالسكينة زي ما أنا عملت كده بتشوفيها طلعت نظيفة خلاص يا كده تمام بطف الفرن وبفتح باب الفرن واسبها جواه حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لحد ما تهدى شوية علشان ما تهبطش وبعد كده بطلعها بحاول أفكت كده بالسباتيول كده من الجنب وبقلبها شايفين ما شاء الله هم مبارك سبونش جدا 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 فوق ما تتخيلوا قسما بالله يعني أنا لو أنا مثلا لحد عملها غيري استحال أقول إن هو مش حاطت فيها بيت هناخد كده معلقتين كبار من النوتلا وهحطهم في طاصة كده وعليهم حوالي نص كوباية من اللبن المغلي مش كتير يعني وهدوبها كويس جدا جدا بالشكل ده دي بديل خلطة تانية ممكن تعمليها بكوباية لبن معلقة كاكاو معلقة دقيق معلقتين سكر مع راقة كريم شانسي وتقلبيهم مع بعض وترجعت رضيهم على النار لحد ما يتل أنا استسهلت أنا كده كده عندي النوتلا فقلت أعمل حاجة سريعة كده وزي ما انتوا شفتوا كده صبتها على الكيك وسبتها حاجة بسيطة يدوبت شربت زي ما انتوا شايفين حطيت الكريز ممكن تحطي جوزهند ممكن تحطي فرماسيل ممكن تحطي سبرانكلز ممكن تحطي مكسرات ممكن متحطيش حاجة خالص في كل الحالات هي رائعة طعمها حلوة قوي قوي اللصاص اللي احنا عملنا دو تخليها جوسي كمان من جوة فضيعة سبونش جدا وطعمها حلوة يعجبكو أنا جربتها من حوالي 6 سنين تقريبا كانت حلوة بس كان طعمها بالنسبة لي مش مستصاغة قوي لان انا مكنتش يعني كنت اول مرة جرب كيك من غير بيت دي عجبتني بصراحة وهتعجبكو قوي قد ايه هشة قد ايه خفيفة طعمها حلو برضو عملنا قبل كده مع بعض طايجر كيك كانت من غير بيت ومن غير زبدة ومن غير فرن وكانت من غير كل حاجة بس كانت ممتازة بصراحة دي كمان احلى كمان من التانية فجربوها وان شاء الله تعجبكو شايفين قد ايه هشة بصراحة حاول اوليكو قد ايه هشة جدا جدا بجد والله ممتازة النتيجة بالنسبة لي غير متوقعة فجربوها بامر اللي هتعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب لو الأول مرة تشوفوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله ولو عجبتكم ما تنسوش تدعونا دعوة حلوة بظاهر الغيب ولكن بالمثل بأكد تاني قبل الفيديو ما يخلص لازم جودة نوع الكاكاو هو اللي هيفرق معاكي قوي في الطعم الكيكة دي عايزة نوع كاكاو يكون ممتاز عشان تغذي نتيجة ترديكي وطعم يرديكي ويردي اللي حواليكي كمان بأكد تاني على جودة المنتج اللي هتشتغلي به بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا وزي ما بدأنا بالصراع على النبي هنختم بالصراع على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستودعكم الله لزيلا تضيئ ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته